استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة أجوار أوليفر فارهيلي خلال هذا لقاء أعرب رئيس السيسي عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسسوا على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية إلى جانب السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بنى السيد الرئيس رحب بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة معربا سيادته عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال سياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على دروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي وذلك في ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط من جانبه أعرب مفاوض للتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا تقدير للتحاد للعلاقات القوية والتاريخية مع مصر وتعويل الجانب الأوروبي على مصر كمركز سقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط ورغبة الاتحاد في مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة ومشيدا في هذا الإطار بالرؤية المصرية الساقبة تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد وبجهودها الحسيسة في مجالي مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر وهي القضايا التي تأتي في مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبي مما جعل من مصر نموذجا إقليميا يحتذا به ويحظى بدعم شركائها أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استراد مختلف جوانب وأبعاد العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجالات التعليم بشقيه المدرسي والجماعي وكذلك الرعاية الصحية باعتبارهما مكونين أساسيين في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان فضلا عن التعاون في مكافحة تدعيات جائحة كورونا من خلال التعاون في تصنيع المشترك لللقاحات لاستغلال البنية الصناعية الدوائية المتطورة التي تمتلكها مصر بهدف تغطية احتياجاتها المحلية والتصدير لمحيطها الإقليمي كما تطرق اللقاء إلى ملف تنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة خاصة ما يتعلق بتسوية الأزمات القائمة في المنطقة وكذا تعزيز التنسيق لمكافحة ظاهرتي الإرهابي والفكر المتطرف والهجرة غير الشراهية كما تم مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية حيث أشاد المفاوض الأوروبي بالتحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الهدوء بقطع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار بالإضافة إلى المبادرة المتعلقة بإعادة أعمار غزة لخدمة المواطنين الفلسطينيين بالمقام الأول معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز اشتراكه في دعم جهود الآمار بالقطاع بالتنسيق مع مصر ترجمة نانسي قنقر